موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا طلبة الصف الخامس الأعدادي في درس جديد من دروس البث المباشر الذي تقدمه لكم فضائية العراق التربوية درسنا اليوم هو في قواعد اللغة العربية وقبل أن نبدأ دعوني أرحب بالأستاذ عودة الحسني أهلا وسهلا بك أستاذ عودة أهلا بك سيدتي بسم الله الرحمن الرحيم سلام ورحمة من الله تعالى عليكم أينما كنتم أحبة الطلبة يطيب لنا اللقاء بكم عبر فضائية العراق التربوية وعلى الهواء مباشرة في درس من دروس قواعد اللغة العربية تقدمه لكم الست الفاضلة سناء الدوليمي لك الجو سيدتي عزائنا الطلبة درسنا اليوم هو العدد تأنيثه وتذكيره قد تلاحظون غالبا أغلب الطلبة يخطئون في كتابة العدد من حيث التأنيث والتذكير في بعض الأحيان لاحظت في جملة بسيطة إن قلنا جاء رجل واحد قد يخطئ بعض الطلبة في كتابة العدد من حيث التأنيث والتذكير عليك أن تعلم عزيزي الطالب إن العدد كما هو المعدود من الممكن أن يكون مؤنث ومن الممكن أن يكون مذكر العدد حينما يكون مؤنث يكون مختوما بالتأ فنقول واحدة واحدة مؤنث عدد مؤنث واحد هو عدد مذكر متى نستخدم هذه العدد أو متى يكون العدد في الجملة مؤنث ومتى يكون مذكرا هناك قائدة يجب علينا أن نتعلمها لاحظ معي ما ورج في النصوص القرآنية الآتية قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إله واحد وقال أيضا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية سبع ليال وثمانية أيام لاحظ كيفية وضع العدد من حيث تأنيثه وتذكيره وقال تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليساجدين العدد هو أحد عشر كيف نكتب هذه الأعداد وكيف نشتقها أو كيف نستخدم الأفعال إن كانت مؤنثة أو كانت الأعداد مذكرة في البداية يجب أن تعلم عزيزي الطالب إن الأعداد تكون على أدة أنواع النوع الأول هو الأعداد المفردة ونأني بالعدد المفرد هي الأعداد من واحد إلى عشرة هذه الأعداد تسمى الأعداد المفردة في تأنيث العدد وتذكيره عليك أن تعلم إن العددان العددين واحد واثنين يطابقان يطابقان المعدود العدد واحد واثنان يطابقان المعدود بمعنى أن المعدود إذا كان مذكر العدد مذكر وإن كان المعدود مؤنث العدد يكون مؤنث نقول لاحظ معي في هذه النصوص إلهكم إله واحد المعدود هنا إله مذكر إذن واحد أيضا كان مذكرا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إلهين اثنين اثنين مذكر لأن المعدود مذكر تدبرت معاني سورتين اثنتين سورتين اثنتين اثنتين مؤنث لأن المعدود مؤنث في العدد واحد واثنين عزيز الطالب في إعرابهما عادة ما يُعرى بالعدد واحد واثنان على إنهما نعت صفة للموصوف وغالبا ما يكون ويجب أن يكون المعدود قبلهما في هذه الحالة لاحظ معي حينما نقول تدبرت معاني سورتين اثنتين معاني سورتين مضاف مضاف إليه سورتين مضاف إليه مجرور على مجره الياء اثنتين ستكون في هذه الحالة نعت للسورتين ننتبه إلى ملاحظة أن الواحد يؤرب أعراب بالحركات أما اثنان واثنتان فتؤرب أعراب المثنى وتسمى ملحق بالمثنى لماذا تسمى ملحق بالمثنى؟ لأن لا مفرد لها من لفظها لذلك نقول عنها إنها ملحقة بالمثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا فنقول جاء طالبان اثنان ورأيت طالبين اثنين وسلمت على طالبين اثنين أما إن كان مؤنث أقول جاء طالبة واحدة أو طالبتان اثنتان وجاءت سلمت على طالبتين اثنتين ورأيت طالبتين اثنتين إذن اثنان واثنتان تؤرب أعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا ونقول عنها ملحقة بالمثنى لأنه ليس لها مفرد من نفس اللفظ هذا فيما يتعلق بواحد واثنان فنقول إن الأدد واحد واثنان يطابقان المعدود في تأنيثه وتذكيره والمعدود يتقدم والمعدود يتقدم والعدد يؤرف في هذه الحالة على أنه نعد أو صفح نعم ننتقل إلى الأعداد المفردة الأخرى ونعني بها الأعداد من ثلاثة إلى عشرة هذه الأعداد عزيز الطالب القائدة فيها إنها تخالف المعدود ماذا نعني بأنها تخالف المعدود بمعنى أن المعدود إذا كان مذكر تأتي مؤنثا وإن كان المعدود مؤنث العدد يجب أن يكون مذكر تخالف المعدود لاحظ مع النصوص التي أمارك قال تعالى قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا لاحظ ثلاثة أيام أيام جمع لي اليوم اليوم مذكر العدد مؤنث ثلاثة أيام أما إن كان على سبيل المثال لو أردنا أن نستخدم الكلمة العدد ثلاثة للمؤنث نقول جاءت ثلاثة طالبات ثلاثة طالبات في هذه الحالة ثلاثة ستكون فاعل للفعل وهي مذكر لأن المعدود مؤنث فسيح في الأرض أربعة أشهر لاحظ أربعة أشهر شهر مذكر إذن العدد يكون مؤنث وليال عشر ليال عشر الليلة مؤنث عشر هو مذكر فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم لاحظ عشرة مساكين عشرة هنا مؤنث لأن مساكين مذكر مسكين جمع مسكين إذن العدد ما الفرق سيدتي ولو خارج الموضوع الفرق بين الفقير والمسكين يقولون المسكين هو الذي لا يجد قوت يومه نعم أما الفقير هو الذي لا يجد قوت سنته يومه وما بعده نعم يعني المسكين أسلعه حالا نعم فإذن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود في تأنيفه وتذكيره أما المعدود هذه الأعداد من ثلاثة إلى عشرة فيكون جمع مجرور جمع مجرور يعني يأتي مضافا إليه مضاف إليه هذا النوع الأول الذي تحدثنا عنه كان الأعداد المفردة قلنا الأعداد المفردة هي الأعداد من واحد إلى عشرة العددان واحد واثنان يطابقان المعدود في تأنيفه وتذكيره الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود هذا المجموعة الأولى من أنواع الأعداد نأتي إلى النوع الثاني من الأعداد وهي الأعداد التي تعرف بالأعداد المركبة تركيبا مسجيا هذه الأعداد أزيز الطالب هي تضم الأعداد من أحد عشر إلى تسعة عشرة من أحد عشر إلى تسعة عشر هذه الأعداد أيضا يمكننا أن نقول العدد إحدى عشر واثنى عشر يطابقان المعدود بجزئيهما يتكون الأعداد من جزئين أحد عشر حينما يكون الأعداد أحد عشر أو اثنى عشر يطابقان المعدود بجزئيهما الجزء الأول العشرة هنا إذا جاءت بركب يخالف أحد عشر واثنى عشر يطابقان المعدود بجزئيهما الجزء الأول من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر يخالف في الجزء الأول يطابق في الجزء الثاني نحن نتحدث عن الأعداد أحد عشر واثنى عشر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليس أجدين أحد عشر كوكبا مذكر 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 أما إن كان مؤنث نقول إحدى عشرة طالبة مؤنث 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 يطابق المعدود بجزئي العدد إحدى عشر واثنى عشر فنقول أن هذه الأعداد تطابق المعدود في تأنيثه وتذكيره أما العدد إثنى عشر ننتبه إلى أننا في إعراب هذا العدد أقول على سبيل المثال جاء أحد عشر طالبا العدد أحد عشر في إعرابها أقول جاء فعلواظ المبني على الفتح أحد عشر أقول أدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل في محل رفع فاعل لكن لو قلت جاءت إثنة عشرة طالبة إثنتا في هذه الحالة في إعرابها تجزئ تجزئ إلى جزئين إثنتا تؤرب إعراب المثنى أقول إثنتا فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى عشرة عدد مبني على الفتح يكون عشرة لا محل له من الإعراب وما يأتي بعده المعدود يكون تمييزا منصوبا فنقول في إعراب هذه الجملة نقول أحد أشرة نقول أدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصبي مفعولا به كوكبا هو تمييز منصوب علامة نصبي الفتحة الظاهر على آخره إثنى عشر نجزئ العدد إلى جزئين إثنى خبر إنه مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى أما عشر فنقول عدد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب هذا العدد أحد عشر واثنى عشر ننتقل إلى الأعداد المركبة التي هي الأعداد من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر لاحظ في النصوص القرآنية التي أمامك لواحة للبشر عليها تسعة عشر تسعة عشر هنا في التفسير القرآني تسعة عشر من الخزنة بمعنى أن المعدود هو مذكر لاحظ فالتسعة التي هي الجزء الأول خالفت المعدود لأن المعدود مذكر فتسعة مؤنث عشر طابقته بمعنى أنك تقول مؤنث مذكر مذكر الجزء الأول مؤنث جزء الثاني مذكر لأن المعدود مذكر فتكون تسعة عشر نقول هنا المعدود مذكر فإذا الجزء الأول خالف الجزء الثاني طابق لعبنا ثلاثة عشرة لعبة لاحظ ثلاثة خالفت المعدود لأنه مؤنث أما عشرة فطابقته فتكون مذكر مؤنث مؤنث أثناء المجير هناك رأي سيدتي نعم العشرة إذا جاءت لوحدها لوحدها تعمل معاملة المفرد نعم نعم وهنا هنا مركبة لا تطابق المعدود هنا تطابق إن جاءت قلنا حينما تحدثنا عن الأعداد المفردة قلنا الأعداد المفردة من ثلاثة إلى عشرة لم نقل إلى التسعة من ثلاثة إلى عشرة الآن عشرة لها صورة تطابق تطابق إن جاءت مفردة تطابق تخالف المعدود أما إن جاءت مركبة تطابق تطابق مهمة جدا نعم فنقول أثنى المجير على خمسة عشرة طالبا لاحظ طالبا مذكر الجزء الأول خالفه خمسة عشرة طالبا الجزء الثاني طابقه إذن هذه الأعداد من ثلاثة عشرة إلى تسعة عشرة تخالف المعدود في الجزء الأول وتطابقه في الجزء الثاني معدود هذه الأعداد يكون مفردا منصوبا على أنه تمييز تمييز نقول لعبة تمييز منصوب على ما تنصبه الفتح الظاهر على آخره طالبا تمييز منصوب على ما تنصبه الفتح الظاهر على آخره وننتبه إلى ملاحظة حينما يقول البعض منصوب علامة نصبه تنوين الفتحة هذه جريمة في اللغة العربية لا يمكننا أن نقول منصوب علامة نصبه التنوين التنوين ليس علامة من علامات الإعراب علامات الإعراب الفتحة الضم الكسر السكون فحينما نراه منصوبا نقول منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إعراب هذه الأعداد من حيث الإعراب حينما نقول نأخذها على أنها كلمة واحدة فنقول 19 في هذه الجملة عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل ما هو موقعه في الجملة في محل رفع فاعل نقول في محل رفع فاعل في محل نصب مفعول به نقول في محل نصب مفعول به حسب موقعه بالجملة ولكن تأخذ جزئي الأدد على أنها كلمة واحدة ونقول أدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل حسب الجملة حسب الموقع نعم ففي هذه الجملة نقول في محل رفع مقتدأ مؤخر وفي الجملة الثانية لعبنا 13 عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به وأثنى المدير على خمسة عشر طالبا في هذه الحالة على خمسة عشر نقول أدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف الجر هذا فيما يتعلق بالأعداد المركبة إذن أصبح لدينا نوعان من العدد نوع الأول هو الأعداد المفردة والنوع الثاني هو الأعداد المركبة ننتقل إلى نوع ثالث من الأعداد وهي ألفاظ العقود نعني بألفاظ العقود الأعداد من عشرين إلى تسعين بمعنى عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين لا نعني ما بينهما الفاظ العقود هي هذه نهايات العقود عشرة عشرة أحسنت فأشرين ثلاثين إلى التسعين هذه الأعداد عزيزي الطالب تلازم صورة واحدة بالنسبة فيما يتعلق بالتأنيث والتذكير بالمعدود بالمعدود فإذا كان المعدود مؤنث أم مذكر هي تلازم صورة واحدة ولكن من حيث العراب تقرب عراب جمع المذكر السالم وتكون ملحقة بجمع المذكر السالم نقول مرفوع علامة رفئه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم منصوب علامة نصبه الياء أو مجرور علامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم لاحظ كما في الجمل التي أمامك في النص القرآني واختار موسى قومه سبعين رجلا بمعنى اختار موسى من قومه سبعين رجلا فسبعين هنا تكون مفعولا به منصوب ألامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وحينما نقول ملحق ننتبه أن هذه الكلمة عندما قلنا ملحق بمعنى أنه ليس لها مفرد من نفس اللفظ لذلك تعتبر ملحق من حيث الأعراض حضر 20 لائبا فاعل مرفوع ألامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ولكن لو قلنا حضرت في المؤنث حضرت 20 لائبة لاحظ من حيث شكل العدد بالتأنيف والتذكير لازم الصورة واحدة لكن الأعراض هو الذي سيتغير حسب موقعه الأعراض أثنيت على 30 طالبا على حرف جر 30 عدد مجرور على مجره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ولو كانت الجمل جاءت 20 لائبة أثنيت على 30 لائبة اللفظ هو نفسه وحسب موقعه الأعراضي فنقول أنه يلازم صورة واحدة في التأنيف والتذكير وهذه الأعداد تؤرب أعراض جمع المذكر السالم ومعدودها يكون مفرد منصوب ويؤرب المعدود على أنه تمييز والأعداد من 11 إلى 99 تمييزها يكون مفرد منصوب دائما يلازم هذه الحق الصورة نأتي إلى النوع الرابع من الأعداد وهي الأعداد التي تكون أعداد معطفا الأعداد المعطف أزيزي الطالب هو الأدد الذي يجمع بينه الفاظ العقود الفاظ العقود تؤطف على أعداد مفردة قاعدة الأعداد المفردة تبقى ذاتها في هذه الحالة وقاعدة الفاظ العقود أيضا تبقى حينما تحدثنا عن الأعداد المفردة العدد واحد واثنان يطابقان المعدود ثلاثة إلى تسعة تخالف تبقى هذه القاعدة في الأعداد المعطوفة أما العدد الذي هو لفظ من ألفاظ العقود له صورة واحدة له صورة واحدة يلازمها في التأنيث والتذكير لاحظ معي إن هذا أخي له تسعون وتسعون نعجة لاحظ العدد الأول المعطوف عليه الذي هو تسعون تسعون خالفة المعدود لأن المعدود مؤنث العدد كان مذكر أما العقود بقي أما لفظ العقود فبقي كما هو يؤرب حسب موقعه لعرابي فنقول وتسعون هنا تسعون سيكون عدد معطوف مرفوع على مترفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وجاء مرفوعا وجاء مرفوعا أحسنت لأن المعطوف هو اسم من التوابع يأخذ حركة المعطوف عليه إن كان مرفوعا فهو مرفوع وإن كان منصوبا يكون منصوب وإن كان مجرور يكون مجرور فلو قلنا على سبيل المثال جاء ثلاث وثلاثون طالبة ثلاث في هذه الحالة خالفة المعدود الذي هو طالبة ثلاث وثلاثون فاعل مرفوع على مترفعه الضم ثلاثون الواو حرف أطف ثلاثون سيكون عدد معطوف مرفوع على مترفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وإن كان منصوبا رأيته ثلاثا وثلاثين طالبة ثلاثا مفعول به منصوب على متنصبه الفتحة الواو حرف أطف ثلاثين سيكون معطوف معطوف منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم أما المعدود فسيكون تمييز منصوب على متنصبه الفتحة الظاهر على آخره من نماذج على الأعداد المعطوفة نقول حفظت اثنتين وعشرين قصيدة عادة اثنان وعشرون مهاجرا لاحظ حفظت فعل وفاعل التأضمي المتصل مبني في محرفة فاعل اثنتين لاحظ اثنتين طابقت المعدود مؤنس لأن اثنان تطابق المعدود فقصيدة المؤنس العدد مؤنس اثنتين تكون مفؤول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى تقامل معاملة المثنى الواو حرف أطف اشرين عدد مؤتوف منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم قصيدة ستكون تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره عادة اثنان وعشرون مهاجرا لاحظ اثنان طابقة المعدود مذكر وهي مذكر أيضا عادة فعلو ماضي مبني على الفتح اثنان فائل مرفوء علامة رفئه الألف لأنه ملحق بالمثنى والواو حرف أطف وعشرون عدد معطوف مرفوء علامة رفئه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ومهاجرا سيكون تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره بقي لدينا النوع الأخير من الأعداد وهي الأعداد مئة وألف ومليون هذه الأعداد من حيث التأنيث والتذكير عزيزي الطالب تلازم صورة واحدة بالمؤنث والمذكر نقول جاء مئة طالب رأيت مئة طالبة لفظ بقي نفسه صورة واحدة صورة واحدة بالمؤنث والمذكر جاء ألف طالب وألف طالبة رأيت مليون متفرج ومليون متفرجة بقيت المفردة كما هي مئة ألف ومليون تأرض بالحركات كما هي يعني ليس هناك خصوصية في أعرابها وحسب الموقع تعرض حسب موقعها من الجملة أما التمييز وتلازم صورة واحدة التمييز هيكون مفرد مجرور مئة طالبة طالبة لاحظ في هذه الحالة مفرد مجرور طالبة أو طالبة فلبثة كما موجود ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبثة فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما لاحظ ألف سنة بقيت صورة واحدة إذا إن كان مؤنث أو مذكر في المكتبة ألف كتاب وألف رسالة في مختلف الفنون والعلوم لاحظ كتاب مذكر المفردة ذاتها بالنسبة للمفرد للمذكر والمؤنث حضر الحفلة الحفلة مليون متفرج لاحظ مليون ومن الممكن أن نقول مليون متفرجة العدد بقية بملازم لصورة واحدة للمؤنث والمذكر أما المعدود كما قلنا فهو يكون مفرد مجرور صادف أن يكون لدينا مفرد مجرور هنا وفي الأعداد ثلاثة إلى عشرة أيضا كان مجرور هذه الملاحظة يجب أن ننتبه عليها أما الفاض العقود مفرد منصوب الأعداد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين المعدود يكون فيها مفرد منصوب يعرب على أنه تمييز منصوب الأعداد واحد واثنان المعدود يتقدم عليها والعدد يعرب نعت الفاض العقود لها صورة واحدة بالنسبة للمذكر والمؤنث وتعرب أعراب جمع المذكر السالم بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا إذن عزيز الطالب الأعداد الأعداد تكون على أدة أنواع النوع الأول هو الأعداد المفردة ونعني بها الأعداد من واحد إلى عشرة نوع الثاني هو الأعداد المركبة ونعني بها الأعداد من أحد عشر إلى تسعة عشر النوع الثالث هو الفاض العقود ونعني به الأعداد من عشرين ثلاثين أربعين إلى تسعين أما النوع الآخر فهو الأعداد المعطوفة وهو العدد الذي يكون متكون من عددين يربطهما حرف العطف الواو عدد مفرد ولفظ من ألفاظ العقود أما نوع الأخير فهو الأعداد مئة وألف ومليون في بعض الأحيان فيما يتعلق بالعدد مئة العدد مئة يكتب ماء ويلفظ مئة هذا ملاحظة ننتبه عليها قد يرد في بعض الكتب يكتب على شكل ماء بالألف ولكن من حيث اللفظ يجب أن يكتب يلفظ على أنه مئة ولكن من الممكن أن يكتب مئة المفروض يكتب مئة لأن كانت ما حتى يميزون بين المئة ومنه وفئة وفئة أو منه نعم مئة وفئة ما كانت نقاط أحسنت أما الآن وبفضل العلمان أو النقاط المفروض تكتب مئة غلبة حاليا كتابتها مئة ولكن إن كتبت بالألف لا تعتبر خطئة بالألف هنا زاد صحيح وليست خطأ هذا ما يتعلق بالأعداد إذا أردت أن نقوم بالحل أو أن تشترط اخترت تطبيقا من التطبيقات التي من الممكن أن ترد غالبا في الأسئلة الأمتحانية أن تُعطى جملة في هذه الجملة توجد هناك أرقام كتبت على شكل رقب ويطلب منك أن تكتبها كتابة كيف نقوم بتطبيق هذه القاعدة التي درسناها قبل قليل لاحظ معي أعد كتابة الأرقام بالكلمات مع مراعاة قوائدها مع معدودها الجملة هي قرأت هذا العدد عشر كتاب وتصفحت عشر مجلة كيف يمكننا أن نكتب هذا العدد كتابة أقول قرأت لاحظ أشرة هو عدد من الأعداد المفردة وتخالف قلنا أنها تخالف المعدود المعدود هو كتاب إذن يجب أن أقول أشرته في هذه الحالة معدود هذه الأعداد المفردة من ثلاثة إلى عشرة يكون جمع مجرور فنقول قرأت عشرة كتب وعشرة مجلات لاحظ مجلة مؤنث العدد هو مذكر وكتاب مذكر العدد مؤنث لأن العداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود الجملة الأخرى أنجزنا المشروع فيه اثنين سنة وستة أشهر وتسعة وعشرين يوم لاحظ نقول أنجزنا المشروع فيه العدد اثنان يطابق المعدود سنة مؤنث إذن يجب أن يكون مؤنث ننتبه أن العدد واحد واثنان المعدود يسبقه فنقول فيه سنتين اثنتين فيه سنتين اثنتين المعدود تقدم عليها وستة أشهر العدد ستة هو عدد مفرد من العداد المفرد من ثلاثة إلى تسعة خالف وتخالف شهر مذكر إذن العدد يجب أن يكون مؤنث ونقول ستة أشهر تسعة وعشرين يوماً عدد من العداد المأطوفة تسعة خالف لأنها مفردة وعشرين يلازم صورة واحدة فنقول تسعة وعشرين يوماً تسعة مخالفة لأن يوم مذكر فتسعة كانت مؤنث وعشرين هي عدد من الفاظ الأقود يقول حفظة محمود لاحظ إثنة عشر جزءاً إثنى عشر جزءاً فنقول حفظة محمود إثني عشر جزءاً إثني مفعول به ستكون مفعول به للفعل حفظة منصوب ألامة نصبه لأنه ملحق بالمثنى العدد عشر عدد مبني الفتح لا محل له من الإعراب جزءاً تمييز منصوب ألامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره فنقول حفظة محمود إثني عشر جزءاً من القرآن الكريم ويحفظ أخوه ماذا يحفظ؟ يحفظ خمسة عشرة قصيدة لاحظ خمسة تخالف المعدود هو قصيدة قصيدة مؤنث إذن العدد يجب أن يكون مذكر فنقول خمسة عشرة قصيدة الجزء الأول خالف والجزء الثاني طابق مثال آخر يقول توفي الخليل بن أحمد الفراهيدي واضع علم العروض سنة مائة وخمس وسبعين لاحظ سنة السنة هي مؤنث فنقول مائة وخمس وسبعين هجرية وتوفي تلبيضه سيبويه سنة مائة وثمانين هجرية المثال الآخر يضم القرآن الكريم هذه الأعداد التي أمرك لاحظ نقول يضم القرآن الكريم مائة وأربعة وأربعة عشرة سورة لاحظ سورة مؤنث فاختلفت هذه الأعداد مائة لازم سورة واحدة لا خلافة فيها أربع الجزء الأول يخالف والجزء الثاني طابق وعدد آياته ستة آلاف ومائتان وست وثلاثين ست وثلاثين لديك المعدود مؤنث لاحظ العدد الذي يطابق طابقه أما العدد الذي يخالفه فقد خالفه والأعداد التي هي لفظ من ألفاظ العقول أيضا خالفت أما عدد مفرداته فهي ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسون كلمة هذا ما ورد في كتابنا فيما يتعلق بموضوع العدد الأمر الأهم عزيز الطالب عليك أن تعلم أن الأعداد تكون على أدة أنواع غالبا العدد المفرد واحد واثنان يطابق المعدود أينما وجده إنه وجده مفرد أو ورد في مركب مع الفاظ المركبة أو ورد مع الأعداد المعطوفة واحد وثنين يطابق عن المعدود في كل حالاته يطابق المعدود أما الأعداد من ثلاثة إلى تسعة فهي تخالف المعدود إن وردت مفردة من ثلاثة إلى عشرة نقول إنها تخالف المعدود إن وردت في ثلاثة عشر إلى تسعة عشر فهي famille العدد ثلاثة إلى تسعة تبقى مخالفة أما العدد عشر فيطابق المعدود أما إن وردت مع الألفاظ المعطوفة فنبقى بنفس القاعدة إن العدد واحد واثنان يطابق عن المعدود العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود فهذه القاعدة ثابت إن العدد واحد واثنين يطابق دائما أما من ثلاثة إلى تسعة فهو يخالف دائماً أينما ورد وبأي شكل من أشكال الأعداد والعدد عشر أحبتي له سورتان إذا جاء مفرداً يعامل معاملة الأعداد من ثلاثة إلى تسعة أحسن أما إذا جاء مركباً فهو يطابق يطابق المعدود نعم في أعراب الأعداد المركبة ملاحظة مهمة أنه الأدد المركب من أحد عشر باستثناء أثناء عشر من أحد ثلاثة عشر إلى التسعة عشر يؤرب على أنه كلمة واحدة فنقول عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل حسب الجملة التي ورد فيها أما الأدد إثنى عشر أو إثنتى عشرة هذا العدد يجز إلى جزئين الجزء الأول يؤرب أعراب المثنى فهو مؤرب أما الجزء الثاني فيكون عدد مبني على الفتح لا محل له من الأعراب الأعداد المأطوفة قلنا بأنها هي الأعداد التي تجمع بين الأعداد المفردة وأي لفظ من ألفاظ العقود وتربط بينهما الواو التي هي حرف عطف الأعداد المفردة بنفس قاعدتها واحد واثنان يطابق من ثلاثة إلى تسعة خالف الجزء الثاني المأطوف هو لفظ من ألفاظ العقود يلازم صورة واحدة من حيث التأنيث والتذكير ولكنه يتبع أعراب جمع المذكر السالي ويتبع ما قبله ويتبع ما قبله من حيث الأعراب لأنه معطوف لأن الأطف كما سبق وأن تحدثنا عنه في دروس سابقة هو من التوابع الأطف والنعت والبدل تأخذ هذه الأعرابات تأخذ حركة ما قبلها في الأعراب فإن كان مرفوعا العدد سيكون مرفوع وإن كان منصوبا يكون العدد منصوب وإن كان مجرور يكون العدد مجرور نعم هناك نص قراني بسم الله الرحمن الرحيم ليستأدنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات نعم ثلاث مرات نعم ورد الثلاث مذكر مذكر سبب لماذا؟ لأن المعدود مؤنث أصله مرة نعم وإن جاء بصيغة الجمع سيدتي دائما الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تمييزها يأتي مجرورا بصيغة الجمع نعم هذه ملاحظة فيما يتعلق بمعدود المعدود أعداد نعود إلى بدايات بدايات أعداد المفردة قسمناها إلى واحد واثنان والأعداد من ثلاثة إلى تسأل أعداد واحد واثنان يتقدم المعدود عليه نعم والعدد يؤرب على أنه نعت يجب أن يتقدم المعدود والعدد يؤرب على أنه نعت هو الذي خلقكم من نفس واحدة نفس واحد نفس تقدمت واحدة صفر أحسنت نعم من نفس من حرف جر نفس اسم مجرور مجرور إن النعت مجرور نعت مجرور لأن النعت كما قلنا إنه من الدوابع نأتي إلى الأعداد من ثلاثة إلى تسأة أو إلى عشرة هذا الأعداد المعدود يكون جمع مجرور مضاف إليه نقول جاء ثلاثة طلاب ثلاثة طلاب ثلاثة فاعل مرفوع على مترفعه الضمة وهو مضاف طلاب مضاف إليه مجرور إذن جمع مجرور تمييز الأعداد من ثلاثة إلى أشرة نأتي إلى الأعداد أكفائد سيدتي نعم لطالما يخطأ فيها بعض الطلاب عندما نقول ولد عام أو سنة عام مذكر محسن وسنة مؤنث العدد الواقع بعد المعدود يأتي مضاف إليه نعم والمضاف إليه مجرور مجرور إذن مثلا ولد عام ألف وتسعمائة وثلاثة وستين نعم وإذا قال سنة ثلاث يخالف أما من حيث العراب فالرقم الواقع بعد عام وسنة يأتي مجرورا يعني غالبا ما يكون العدد إن كان أكثر من يعني ليس عددا مفرد ولا عدد معطوف عدد كبير عدد كبير العداد الكبير ننتبه إلى آخر جزء منه هو الذي يطع الجزء الأخير نعم سيكون اعتماد المعدود على هذا الجزء نعم إن كان معطوفا سيكون تمييز منصوب إن كان مفردا سيكون مجرور في هذه الحالة بالضبط يعني نعتمد على العدد الأخير من الجملة التي نتحدث فيها سن هل بقي لدينا شيء آخر يمكن أن نضفه كما أعلم حقيقة قد دبنا ما فيه كفاية لكن في الإعادة إفادة نعم لأن هناك متسع من الوقت ربما في أعرابات في أعرابات الموقع 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 الأعرابي العدد يؤرب حسب موقعه من الجملة ولكن ننتبه إلى أن العدد واحد واثنين أعرابه يكون مؤرب على أنه نعت يعرب نعت لأن المعدود يسبقه أما بقية الأعداد في بعض الأحيان من الممكن أن يكون ننتبه المعدود يعتمد على نوع العدد فإذا كانت الأعداد من ثلاثة إلى تسعة سيكون المعدود مجرور جمع مجرور أما الأعداد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين هذه الأعداد معدودها سيكون تمييز منصوب أما الأعداد مئة وألف ومليون فالمعدود فيها يكون مفرد مجرور مفرد مجرور نقول جاء ألف طالب طالبا مفرد مجرور من حيث التأنيث والتذكير أعداد مفردة قلنا دائما بأي صورة تأتي واحد واثنين يطابقان أما الأعداد من ثلاثة إلى تسعة فهي تخالف والعشرة الفاضل عشرة هي من الأعداد صورتان أي لها صورتان الصورة الأولى أنها إذا جاءت مفردة لوحدها تخالف أما إن جاءت مع الأعداد المركبة تطابق فيجب أن تكون مطابقة مع كل الأعداد المركبة إن كانت مع أحد أشر أو مع ثلاثة أشر بقي لدينا أن نضيف إضافة أخرى أن الأعداد من أحد أشر إلى تسعة وتسعين معدودها تمييز منصوب هذه ملاحظة مهمة جدا في أقراب الأعداد المركبة الأعداد من أحد أشر نستثني إثنى عشر ثلاثة عشر إلى تسعة عشر هذه الأعداد تأخذ على أنها كلمة واحدة نقول عدد مركب مبني على فتح الجزعين في محل ونأخذ محله الأعرابي ما عدد أثنى عشر في هذه الحالة نجزئه إلى جزعين الجزء الأول يؤرب أعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا أما الجزء الثاني فيكون مبنيا ولا محل له من الأعراب أحسنت يسيرا من المعلومات فيما يتعلق بموضوع العدد وهو يعتبر من المواضيع المهمة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وقبل أن نختم الدرس نشكر الأستاذ الفاضل الأستاذ عودة الحسني على مشاركته لنا في هذا الدرس شكرا سيدتي أحبتي هذا ما يسمح بالوقت وفي الختام نترككم في رعاية الله شكرا لكم أعزائنا الطلبة وشكرا لإصغائكم والسلام عليكم